وزير الطاقة يكشف عن ترتيبات جارية لتنفيذ سياسة تحرير أسعار الجازولين والبنزين واشنطن ترفض طلبا سودانيا بالفصل بين وجوده في قائمة الإرهاب وتطبيع علاقاته مع إسرائيل مدني يقر ببطي جرات الصادر في وزارة الصناعة والتجارة الجنيه يواصل استقراره أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير نحييكم مشاهدين الكرام عبر الجديد في أحداث السودان والذي نستهله بأهم الأخبار السياسية وفيها كشف وزير الطاقة والتعديل خير عبد الرحمن عن ترتيبات جارية لتنفيذ سياسة تحرير أسعار الجازولين والبنزين الذين صدر قرار تحريرهما منذ فترة طويلة ونفى صدور أسعار محددة للمحروقات حتى الآن وراهن ذلك باكتمال الخطوات الفنية وأعلن الوزير عن استعداد وزارة الطاقة والتعديل القيام بالجوانب الفنية لهذه العملية وكذلك فيما يتعلق بالجانب اللوجستي لمعرفتها التامة بحجب استهلاك القطاعات المختلفة وأشار خيري لأن تحديد أسعار الوقود الجديدة لم يعد موضوع تسريبات وإنما كان ينتظر الترتيبات التي قامت بها وزارة الطاقة والتعديل ابتداء من حصر وتأهيل الشركات التي ستدخل في عملية الاستراد والبيع وكذلك إعداد وفتح العطاءات العالمية للمنافسة الحرة والشفافة كما أكد وصول عدد كبير من البواخر عبر هذا العطاء العالمي والتي تنتظر استكمال خطوات شرائها بناء على خطة محفظة السلع الاستراتيجية رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي باتفاق السلام بين حكومة السودان والجبهة الثورية وجيش تحرير السودان فصيل مني وأركم الناوي وفي بيان صحفي هنأ أعضاء المجلس السودان وشعبه على هذا الإنجاز التاريخي واعتبر مجلس الأمن الاتفاق فرصة مهمة لتحقيق السلام الشامل والدائم في السودان ومعلما مهما للفترة الانتقالية وهو معلم مهم للفترة الانتقالية نحو المستقبل الديمقراطي السلمي فأشهد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأطرف المقاوضات لما أبدته من إرادة سياسية والتزام كما رحبوا بدور حكومة جنوب السودان في تيسير المفاوضات رفضت الولايات المتحدة الأمريكية طلبا سودانيا بالفصل بين وجود السودان في قائمة الدول الرعية للإرهاب وتطبيع علاقاته مع إسرائيل ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة أن واشنطن تريد تطبيعا بين الخرطوم وتلابيب قبل الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل وقال مصدر بحسب الشرق الأوسط أن واشنطن أبلغت الخرطوم بضرورة تسريع خطأ عملية التطبيع قبل حلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى يستفيد المرشح الجمهوري من عملية التطبيع أكد وزير الخارجية عمر قمر الدين أن السودان طرف أصيل في ملف سد النهضة وليس وسيطا وقال قمر الدين في مقابلة مع قانت فرنس 24 أن الحكومة تفاوض في هذا الملف لأن للسودان مصالح وإشار إلى أن السودان ليس لديه مصلحة في التعامل مع مصر ويثيوبيا على انفراد وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين السودان ومصر ويثيوبيا حول قضية السد إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين دعا الناير الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقل حميتي لفرض هيبة الدولة ورسط سيطرتها على الأراضي وذلك لتمكينها من تفعيل عملية الاستثمار قال في ورشة أزمة صادرات الماشية وخارطة الحلول قال إن الاستثمار يتطلب حماية المستثمرين من تغول أصحاب الحيازات ووضح أن التحديات التي تواجه قطع الصادر تتمثل في ضعف البنية التحتية وزاد إن الدولة مسؤولة عن 85% من المشكلات في قطع الصادر وإشار إلى أن الدولة ستعمل على معالجة واصلاح البنى التحتية ودعا إلى تلبية وحل الاشتراطات التي تطلبها السعودية لصادر المواشي السودانية الذي يمثل أكبر سوق لصادرات الماشية وصلت الخرطو مطائرة مساعدات لمتاثر السيول والفيضانات مقدما من مكتب الاتحاد الأوروبي لحماية المدنية وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد الشابك الذي كان في استقبال المساعدات أن هذا الدعم وحجمه 120 طنا سيخصص لدعم أربع ولايات هي نهر النيم، سننار وولاية الخرطوم والجزيرة وعرب عن تقديله للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ومنظمة رعاية الطفولة العالمية للسودان نفت حركة العدل والمسواهد تكون طالبت بإطلاق قيادات نظام الثلاثين من يونيو وقالت الحركة في تعميم صحفي ممهور بتوقيع عمين الإعلام ناطق الرسمي معتصم أحمد صالح قالت إنما نسب لرئيس الحركة في هذا الشأن ليس صحيحاً واعتبرتها محاولة للنيل من الحركة وقياداتها وأشارت إلى أن رئيس الحركة جبريل إبراهيم لم يصرح لأي جهة بشأن لجنة إزالة التمكين أو محاكمة رموز النظام السابق مطلقاً في ولاية النيل الأزرق أعلنت قيادات نسوية ترحيبهن باتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح وطالبنا بالمحافظة على المكاسب التي حققتها الاتفاقية خاصة استصحابها لقضايا وهموم المرأة والشباب وفي استطلاعات اللسونة وصفت قيادات نسوية في ولاية النيل الأزرق السلام بأنه أمنية وآمال المشردين والنازحين واللاجئين الذين عانوا من ويلات الحرب وتجرعوا مراراتها وأكدنا أن السلام يعتبر الأساس والمرتكز لبناء الدولة المدنية في ولاية القضارف امتدح والي الولاية دكتور سليمان علي محمد موسى الدورة الكبيرة الذي تطلع به الشرطة والقوات النظامية الأخرى في تامين المواطنين وممتلكاتهم ووقف الوالي برئاسة القسم الأوسط على جهزية غرفة عمليات الطواف الليلي في بلدية القضارف بينما كانت القوات تستعد للانتشار كما دع القوات لبذل مزيد من الجهود وتنسيق المشترك من أجل تأمين بلدية القضارف وحسم الظواهر السالبة والمتفلتين وأشار إلى أنه من أولويات الحكومة الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين افتتح وزير صحة الاتحادية المكلف سامة أحمد مركزا لغسيل الكلا بمستشفى بشائر بسعة ثلاثين مكينة بدعم قطري وكشفت وزيرة المالية هيبة محمد علي عن زيادة ميزانية الصحة خمسة أبعاث الميزانية التي كانت ترصد في السابق وأكدت استمرار دعم وزارتها للقطاع الصحي من جانبه أكد السفير القطري في السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي مواصلة الدعم للبلاد وتمويل العديد من المشاريع المستقبلية التي تخدم الصحة في ولاية الخرطوم أكدى والي الولاية أيمن نمر أن البيئة والنظافة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع يلعب فيها المجتمع دورا أساسيا بتغيير السلوك للأفضل وبيوضع النفاية في المكان المناسب وصف الولي خلال وقوفه على مبادرة نظافة حي الخرطوم ثلاثة مبادرة جمعية نساء الخرطوم ثلاثة لنظافة وتجميل وإصحاح بيئة الحي التي شهد مهرجانها اليوم بنادي الخرطوم الوطني بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم وصفها بأنها قدمت أنموذجا يمكن تطبيقه في بقية الأحياء ونبقى في ولاية الخرطوم حيث قطعت زارة التربية وتعليم في ولاية الخرطوم بعدم شرعية لجنة التسييرية للمدارس الخاصة ونوهة الانتهاي فترة شرعيتها المحددة بثلاثة أشهر وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه باك نيوز اليوم السبب إن علاقتها بإدارات المدارس علاقة فردية لا تحتاج لأي وصيع وأكدت أن لجنة التسييرية مؤلفة فقط من أصحاب المدارس ولا وجود للمعلمين بين أعضائها وأعلنت عدم التعامل مع وسيط بينها وبين المدارس أوصت ورشة معنية بصادرات الماشية بالغاء لجنة تأهيل المصدرين وإلولة دورها ليزارة التجارة وعدم ربط الإجراءات البيطرية باستمارة الصادر مع مراجعة دور عمليات شركات التأمين في عمليات الصادر كما أوصت الورشة بالالتزام بمنهج السلامة الغذائية وأكدت الورشة على أهمية اعتماد الفاكسين في جنوب إفريقيا التي طالبت بذلك السلطات السعودية بجانب دعم الأمصال المنتجة بجانب تأهيل المعامل القائمة وإنشاء معامل في المناطق الأخرى كما طالبت بإنشاء محجر بغرب مدرمان وتأهيل مركز التحقين والتفتيش من خلال زيادة الحظائر فاصل قصير المشاهدين ننتقل بعده إلى هم الأخبار الاقتصادية